سبيل للإعلام تقدم قصص الأنبياء بالعامية السودانية قصة النبي موسى عليه السلام الحلقة الثامنة أخي يا خلت الصفية الليلة جيناك عشان تحكي لنا قصة تانية أخي يا خلت الصفية نعم في المرة الفاتت قلت لنا إنه الله نجى بن إسرائيل وغرق المصريين في البحر الأحمر بالضبط ده كلام صاح أها بعد الاحتفال بالنجا سيدنا موسى ساق بن إسرائيل وما شبههم من البحر الأحمر في صحراء شور ومشوا في الصحراء دي لمدة ثلاثة أيام بدون ما يلقوا موية في الطريق لغاية ما وصلوا لحتة إسمها مرة الحتة دي كانت فيها موية لكن مويتها بكل أسف كانت مرة وما قدروا يشربوها وعشان مررت الموية دي جات التسمية دي وطبعا بن إسرائيل ما عجبهم الحال لأنهم كانوا متضايقين جدا من موسى بسبب العطش عشان كده قالوا ليهو يا موسى إنتا ما شايفنا نحن ميتين من العطش وكمان بعد المسافة دي كلها تلقى الموية هنا مرة طيب حس الموية المعانا دي قربت تخلص بعد ما تخلص حنشرب شنو وكمان يا جماعة أنا هميبا لخص في الله فال الصغار دي هاتفالنا حالتن بيقى التحني دور علي يا أخواني حالتن بيقى التحني وبعد نبي الله موسى عليه السلام سمع الكلام ده دعا الله و الله وراه شجرة وقال ليهو شيل فرع من الشجرة دي ورمي في الموية والموية حتكون حلوة عشان تشربو منا فعلا سيدنا موسى شال فرع من الشجرة ورماهجوها الموية والموية المرة بيقى تحلوة حاجة ضريبة نفس الموية المرة دي الموية المرة بيقى تحلوة بعد ما سيدنا موسى رمى فيها فرع الشجرة وهناك في منطقة مرة الله وضع لبن إسرائيل فريضة وشريعة وهناك امتحانوا مقليهم إذا سمع أي واحد منكم كلامي وعمل البأمر بيهو واتبع أحكامي أنا حمنع عنه الأمراض أن نزلتها على المصريين أنا الله الشافي وإلا حتكون النتيجة لعقابة الشديدة وبعد ذاك بن إسرائيل قاموا من مرة ومشوا لي حتة اسمها إيليم والحتة دي كانت فيها 12 عين من الموية و70 نخلة وبن إسرائيل شدوا خيامهم جنب عيون الموية وعسكروا هناك للراحة وبعد فترة رحلوا من إيليم وتابعوا سيرهم ووصلوا لصحراء سين اللي هي بين إيليم وطور سيناء ووصلوها بعد شهر من طلوعهم من مصر وإحناك بن إسرائيل كلهم زعلوا من سيدنا موسى ومن هارون وقالوا ليهم يا موسى يا هارون يا ريد كان الله أهلكنا في مصر آي لأننا هناك كنا قاعدين جمحل للحم وكنا بناكم لما نشبع يصهر إنكم جبتونا هنا عشان نموت كلنا من الجوع في الصحرة دي وقال لسيمح شكوت بن إسرائيل وقال لسيدنا موسى يا موسى أنا حنزل ليكم مائدة طعام من السماء والناس حيطلعوا كل يوم عشان يجمعوا بكفيهم من الأكل لليوم وده حيكون في خمسة أيام من كل أسبوع وفي اليوم السادس اللي هو يوم الجمعة حتكون حصيلتهم من الطعام ضحفة كانوا بيجمعوه في أي يوم من الأيام الخمسة ليه ليه لأنه في اليوم السابع ما مفروض يفتشوا أي طعام وبخصوص جمعة الطعام أنا حمتحنهم إذا كانوا حيطيعوا كلامي ولا لا وبعد كلام الله ده سيدنا موسى وهارون قالوا لكل بن إسرائيل يا جماعة في المساء أنتو حتعرفوا أنه الله هو طلعكم من مصر ولهن نسمع غضبكم واعتراضكم على أمره في الصباح جلاله حيصر ليكم وحتعرفوا عظمته بس كمان حقو تعرفوا ما عندكم حقا عشان تزعلوا مننا ولازم تعرفوا أن شوكوتكم دي بالأساس هي اعتراض منكم على أمر الله ولكن انتو حتعرفوا أنه الله فعلا رحيم لما ينزل لكم لحم في المساء عشان تاكلوه وحبوه في الصباح عشان تضحنوها أو تدبوه في الثندق وتخبزوه وتاكلوه لغاية ما تشبعوه وفي الصباح سيدنا موسى قال لي هارون يا هارون أيوة كلم كل بني إسرائيل حاضر وقل ليهم اتجمعوا لأن الله سمع شكوتكم وجلاله حيظهر ليكم وهارون بحضور سيدنا موسى جمع بين إسرائيل وبدأ يخطف فيهم وفي أثناء كلامه ليهم كلهم تلفتوا وشافوا لمحة من جلال الله ظهر في عمود تسحاب بعد ذاك الله خاطب سيدنا موسى وقال ليهو يا موسى أنا سعمعت شكوت قومك عشان كده قل ليهم الله قال حيرزقكم لحم تاكلوه في المسى وفي الصباح حينزل ليكم حبوب تخبزوها وتاكلوها عشان تعرفوا إنه الله هو الرحمن الرحيم بالفعل في المسى اليوم داك الطيور السلوى وهي جماعة الطيور السمانة المعروفة الطيور دي حلقت في السماء وغطت المعسكر وبن إسرائيل استعدوها وأكلوها وفي الصباح ظهرت طبقة من الندى على الأرض حوالينا المعسكر ولما الندى راح ظهرت برضو طبقة تاني رقيقة على الأرض ولونة كان زي لون الكذبرة وبن إسرائيل لما شافوها قالوا البعض دا شنو دا؟ لأنهم ما كانوا عارفين إنه الطبقة دي هي شنو فعلاً وسيدنا موسى لما سمعهم جاوبوا مقليهم يا جماعة دا خير من الله دي حبوب الله نزل ليكم مخصوص عشان تخبزوها وتأكلوها وديه التعليمات نزل ليكم بخصوصة كل واحد منكم يجمع منها الحاجة اللي بتكفيه وتكفي الناس المعاوه في خيمة وبن إسرائيل سموا الشي ننزلوا ليهم الله دا المن ومعناها بلغتهم دي شنو دا؟ لأنهم قالوا الكلمة دي لما شافوا الحبوب على الأرض لأول مرة والمن كان طعام حلو ولذيز وبن إسرائيل جمعوا الحبوب دي على حسب حجم استهلاك الناس في خيمهم بماعون يشيل حوالي 2 كيلوجرام تقريباً عشان كده فيهم الجمع منها كتير وفيهم الجمع منها قليل يعني قدر كفاية عدد الناس ألف الخيم ولما قالوها في النهاية لقوا إنه الأخذ كتير ما فضل ليه شيء والأخذ قليل ما نقص ليه أي شيء سيدنا موسى قال ليهم يا جماعة الحبوب دي أخبزوها وقلوها كلها وما تفضلوا منها أي شيء لغاية الصباح لكن بعض من بني إسرائيل ما سمعوا كلام سيدنا موسى اللي هو أمر الله وفضلوا جزء منا لغاية الصباح والفضل ده دود وعفن وموسى غضب منهم جداً وبعد كده كل واحد من بني إسرائيل بيقى في كل الصباح يجمع قدر اللي بيكفيه بس والباقي اللي كان بيفضل على الأرض كان بيتحرد ويروح لما الشم يستثخن لكن في اليوم السادس بني إسرائيل على غير العادة وحسب أمر الله يا سيدنا موسى قاموا وجمعوا ضحف الكمية اللي كانوا بيجمعوها كل يوم يعني كل واحد أخذ قدر نصيبه مرتين ولأنه بني إسرائيل ما كانوا عارفين ليه إنهم في اليوم ده جمعوا ضحف الكمية المقررة شيوخهم مشوا لسيدنا موسى وسألوهو وسيدنا موسى عليه السلام قال ده هو أمر الله بكرا يوم السبت اليوم ده الله خصصت ليكم كل أسبوع للراحة والعبادة الليلة أقبزوا اللي عايزين تقبزوا واطبخوا اللي عايزين تطبخوا وكلوا منه اللي بتاكلوا واحفظوا الباقل بفضل الصباح وفعلا بني إسرائيل بعد ما أهدوا كفايتهم من الأكل خلوا الباقل الصباح زي ما أمروا من نبي موسى وفي المرة دي الباقل حفظوهو ما دود ولا عفن وفي صباح يوم السبت موسى قال ليهم بالمناسبة لأنه الليلة يوم السبت ما هيكون في حبوب على الأرض والحل هو إنكم تاكلوا المفضل العندكم لأنه دايماً هتكون عندكم ستة أيام في الأسبوع عشان تجمعوا فيها بكفيكم لكن في اليوم السابع ما هتجوا أي شيء لأن اليوم ده يوم الراحة ومع كده في بعض من بني إسرائيل طلعوا في اليوم السابع عشان يجمعوا حصتهم لكن ما لقوا أي شيء وقال الله قال لي سيدنا موسى يا موسى لغاية 200 قوم مكديل هيرفضوا يتبعوا الأوامر والوصايا بتحتي قوم مكديل لازم يعرفوا أني أنا الله القادر خصصت ليهم يوم السبت للراحة وعشان كده قديتهم في اليوم السادس مؤونة يومين وفي اليوم السابع أنا بأمرهم أنه كل واحد فيهم لازم يكون في مكانه وما يطلع منه عشان يجمع حصته وسيدنا موسى عليه السلام بعد كلام الله شدد علي بني إسرائيل عشان كده بني إسرائيل من الوقت داك بيقوا يأجزوا من العمل في يوم السابع اللي هو اليوم السابع وفي مرة سيدنا موسى قال لي بني إسرائيل يا جماعة الله بيأمرنا إننا نحفظ من المن دا قدر حصة زون واحد عشان الأجيال الجاية تشوف وتعرف الحاجة اللي كان الله رزقنا بها عشان نأكلها لما طلعنا من مصر وبعد كده سيدنا موسى قال لي هارون يا هارون أيوة شيل لك مع عون كبير حاضر وخد فيه قدر نصيب زون واحد وخدتها في مكان مقدس عشان تكون محفوظة الأجيال الجاية وهارون فعلا ملا مع عون بقدر حصة زون واحد من المن وحفظه لمدة كذا شهر عشان تتحفظ في مكان مخصص حسب أمر الله لسيدنا موسى ومن اسرائيل يا جماعة كانوا بيأكلوا المن بانتظام لمدة أربعين سنة في الصحرة لغاية ما وصلوا لحدود الكنعانيين طيب يا جماعة ده مكان مناسب نقيف في والليلة في المرة الجاية بإذن الله نواصل يا رأيكم 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 يا رأيكم